اوكي قول ما بدكم المقطع ايا حبايب بجواني برح نزل لكم مقطع وانا جيت موجود بالفيديو وكان مقلب بيارة مقلب خرافي طلب يا حبايب اريد نثبت لجواني احنا كفو ونقدر نوصل للتعليقات 10.000 جيش مملكة القصص الرابط بالوصف وكتبه محمد جواني رح شوفه اخر مقطع عنده وفجره لكمنتات جيش مملكة القصص الخبر اولي عادل عن بيسان اسماعيل وهليات تارة صارت مشكلة بينه بين انس الشايب ونوعا ما ما يحشونه مع بعض بيسان اسماعيل يا حبايب قاعدت نزل شوية ستوريات بدون تلتقي وانس الشايب وبلس الوقت نزلت هذا التك توك كانت حطه بي اغنية نوعا ما الحبيبها السابق او نوعا ما اغنية عن الفراق فطبعا الاغلب انصدم يا حبايب صارت تجمونا على بيسان اسماعيل بعض الكومنتات كانت يقول لها اندرباش تتركين انس الشايب انه هو يحبج وعب انه نوعا ما تلعبين بعواطفة اكتب لها بالكومنتات يا حبايب هل توقعون فعليين هما تركوا او لا اما بنشبال انس شايب يا حبايب فتعرض شوية للتهجم بعد تنزيل هذا التك توك اللي كان فكرته انه اغنية تك توك وفجأة يختفون موفلكز والولد ويبقى هذول ثلاث اشخاص فبعض الكومنتات صار يستهزون يا حبايب يكتبون انه بقوا بس البنات او بس بناتهم اللي بقى ولهم قصد انه انس شايب من البنات حصلوا لايكات فوق الخمسمية او كنتب لها بالكومنتات شرك بالتهجم التعرضي استحقه او لا ننتقل حاليا القمر طايا يا حبايب وكلام الحب والغزن اللي كتبت عن الستوري فنزلت هذا السوري حط هذا الصورة للشخص اللي هي معجبة بي او الكراش مالتا وكاتبة في دول قلبك وانه قاعد يقلدها لواضي يا حباب يوتيوبر او نقدر نقول شخص تركي او اجنبي عند فوق العشرة مليون متابع هي قمر معجبة بي كشكل ونوعا ما هي الكراش مالتا وبنفس الوقت يا حبايب كانت كاتبة انه قلدها فقصده انه هي نزلت صورة بالثلج وهو نزل صورة بالثلج عليكم اكتبنا بالكومنتات شركوا بالكلام اللي قالت القمر عن الشخص اللي هي معجبة بي ننتقل حاليا الى احمد ابو الروب يا حبايب ورد على التهجم اللي يتعرض له من المتابعين سوكينا فالميعرف القصة بالمختصر انه احمد ابو الروب نزل هذا المقطع من حوالي شهرين يركبها لحصان ويطلب من مطعم فنفس الشي سويته سوكينا من حوالي اسبوعين يعني بعدها تقريبا ونفس الوقت نفس الفكرة بتضوط فهذا خليش من المتابعين انه يتهجمون على احمد ابو الروب ويتهمون انه هو اللي قلد رغم انه هو نزل قبل سوكينا فنزل هذا الستوري يا حبايب لحظ الكومنتات ووضح انه وزعلان انه كومنتات يستبوه ويقول انت قاعد تقلد سوكينا بعدين وضح يا حبايب الستوري اللي بعده انه سوكينا هي اللي قلدته فهو سوى قبلها بشهرين ولكن نزل هذا الستوري وضح انه مو قصدا انه سوكينا اتقلده ولكن يمكن الفكرة ثلاثة ومي جاتوا من نفس الوقت اكوكوكوكونا بالكومنتات شاركوا برد احمد ابو الروب على متابعين سوكينا طبعا ما يحتاج اقولكم انه الفكرة هي اصلا مصروقة من اجانب من حوالي السنة يعني ما يحتاج برركب كل مرة الحرامية ننتقل حاليا يا حبايب الناريني بيوتو وتزينا شوية ستوريات شانتقرر بيها انه هي السافر للسعودية ولكن لأسف يا حبايب الطيارة رحت عليها فلزو شوية ستوريات تحت القصة رحطوكم اياها شوفوها اوكي جايز كان المفروض اني اجي عالسعودية لمدة يومين ولكن رحت علي الطيارة او اذا بدي ارجعت على الطيارة تانية الكورونا تست بيكون قولة لازم اعمل واحد تاني لابنما اعملت رحس كورونا تاني بيكون راح الشي اللي انا رايحه بشاني فبصرحت على الفاضي الملخص راح الطيارة ان شاء الله يا رب هذا الشي يكون خير لاني موشر واهم شي فرجتكم شو رابتوا للمفار اذا راجع على البيت ننتقل حاليا نورستار يا حبايب ووصول قناة باليوتيوب للتساط عشر مليون متابع فان شاء الله الف الف مبروك اخبال العشرين مليون يا رب وطبع لتسنين يا حبايب نتباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي وبالخطام يا حبايب عن اميرا اللحسين تزيل شوية ستوريات تحتي بها عن موضوع حوية محمد كريم انو نتمنى من المتابعين ان هما ما يتهجمون عليها لان هما ثاتهم انتركوا وهما متبقين على هذا الشي وانو للاسف مهما سووا المتابعين ما راح يرجعون لبعض طب ما راح توكوا من السوريات شوفوها يعني يلي بدي خبركن ياها انو بليز بكفي يعني انا مقدرة كل شي عم تعملوا بس انا خلاص يعني والله العظيم انتو عم تتابعوا حالكن عالفاضي انتو عم تطلبوا مني شغلات انا ما بدي اياها خلاص يعني انا صار لي فترة بقول ما بدي اطلع احكي ما بدي اطلع احكي بس انا بالنسبة للي الموضوع انتهى لما احنا طلعنا وحكينا باخر فيديو اخدنا هذا القرار كان هو برضات وليحنا كنا بدنا هذا الشي Uborg limous المعب سرائض انتهى لثرة بس طلعاتي يعني انا متل ما كفيت حياتي تركوا الشخص التاني كمان يكفي حياته مع مين ما بده لا يعني لا تخلص ايضا بتحبوا هاد الشخص تابعوه وطابعو الشي اللي هو عم يعمله متل ما كان قبل يعني قبل ما هو يصور مع حدا تاني مثلا او قبل ما يصور معي متل ما انا كفيت حياتي من حق الشخص التاني كمان المهم انا محضرت لكم شغلات اقوى من الشغلاتي اللي هلا عم تشوفوا بس ناطر عطرتي بعد اخر الاسبوع ان شاء الله راح عطل وراح سافر وراح اعملكون الشي اللي انتم مستنينه شغلات كتير جديدة كتير حلوة كتير راح تحبوها بس متل ما قلت لكم عملوا يا اللي قلت لكم عليه وبحبكم كتير وشكرا لدعمكم وشكرا لتعبكم ولجهودكم و الله يساعدكم ويصلوا لحبايب لحسوسون تشوفون مقطع جواني بالوصف عشر تالف تعليق تكافوا جيش منك القصص انا واثق بيكم واثق بيكم واثق بيكم وبس شاكوا في زي ما قابل منك القصص احبكم مع السلامة